اشتركوا في القناة سنتطرق كذلك لمتغيرات تحتوي على جداويل لكن هذه الجداويل غير قابلة للتعديل كما سنرى على فيزيول ستوديو كود هذا النوع من المتغيرات يسمى لوتوبل كيف نستعمل لوتوبل وكيف نتعامل مع هذا النوع من المتغيرات وفي أي حالات نحتاجه إذن أنا هنا على فيزيول ستوديو كود دائما في نفس الفضاء الذي نشتغل عليه أنشأته هنا ملف بايتون سميته في الحصة رقم 11 إذن قلنا بأن التوبل هو عبارة عن جدوال متغير عبارة عن جدوال يحتوي على معطيات غير قابلة للتعديل إذن فمثلا هنا بالنسبة لطابلو أو الليست الذي رأينا في الحلقة السابقة الذي هو بالمثال له هنا فهو عبارة عن جدوال قابل للتغيير ماذا يعني قابل للتغيير؟ يعني يمكن أنه أغير وأجري عليه تغييرات إذن فمثلا سأكتب تي وسأغير مثلا رقم اتنان التي توجد في الخانة رقم واحد إذن هذه اتنان هنا صفر هذه واحد إذن سأكتب هنا اتنان ثم أكتب يساوي وأضع مكانها وعوضها مثلا بخمسة وأربعة إذن سأعرض الآن جدوال إذن فهنا سيتم تغيير جدوال وسيصبح حوض اتنان تكتب خمسة وأربعة وأربعة الرقم اتنان إذن صفر واحد عفواً أريد أن أغير اتنان إذن فهو يوجد في واحد في واحد إذن سأغيره إذن فتصبح فيه خمسة وأربعة إذن أنا أجريت تعديلاً على إذن فالجدوال أو الليست عبارة عن جدوال قابل للتغيير يمكن أن تغير فيه كيفما كيفما تشاء فقط هنا أريد أن أشير كذلك إلى ملاحظة أخرى أريد أن أعرض آخر خانة ما يوجد في آخر خانة يعني أريد أن أبدأ من النهاية من أربعة ثلاثة خمسة إذن عوض أن أكتب صفر واحد إتنان ثلاثة أربعة إذن هنا يمكن أن أعرض محتوى أربعة أربعة هكذا الشكل أربعة يعني هنا صفر واحد جوج ثلاثة أربعة إذن يحتوي على العدد أربعة إذن لكي نميزها سأكتب مكانها مثلاً ثلاثة عشر إذن سيعرض لي ثلاثة عشر إذن سأضغط هكذا فيعرض لي ثلاثة عشر يمكن أن أعرض آخر خانة باستعمال الترتيب ناقص واحد يمكن أن أضع ناقص واحد فأعرض ثلاثة عشر ثلاثة عشر مثلاً أريد أن أعرض ثلاثة يعني الخانة ما قبل الأخيرة إذن ناقص اثنان ثم يعطيني ثلاثة ثم خمسة ناقص ثلاثة وهكذا إذن عندما أريد أن أبدأ من الأخير أبدأ بناقص واحد وأنزل هكذا ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة إذن هذا فقط كإشارة لأنني نسيت أن أشير إليها في الحصة السابقة الآن بالنسبة لي تيبل كيف ننشئ متغير عبارة عن تيبل تيبل قلنا جدول يحتوي على معطيات أو بيانات لا يمكن التعديل عليها إذن سننشئ متغير سنسمي مثلاً تيبل متسميه ما ما شئت يسوي إذن هنا عوض أن أستعمل معقوفتين سأستعمل القوسين هكذا ثم أكتب معطياتي مفصولة بفاصلة مع عشر خمسة وأربعون ستة عشر يمكن كذلك الأضع مثلاً كلمات أردوينو مثلاً ثم أكتب مثلاً هنا كذلك اثنين وثلاثين هذا فقط إذن هذه عبارة عن تيبل جدول متغير عبارة عن جدول يحتوي على معطيات غير قابلة للتعديل وسنرى آآ أولاً آآ سنعرض أولاً صينف ثم سنكتب يعني هذا المتغير نريد صينفه ثم سنعرض كذلك محتوى ثم سنعرض بأنه عبارة عن متغير ثم يعرض لي ثم إذن هنا سألزلاتي من هنا إذن هو ويحتوي على اتنى عشر خمسة وأربعون ستة عشر أردوينو سبيتنين وثلاثين آآ أريد أن أعرض محتوى مثلاً أريد أن أعرض على ما يحتويه فنفس ترتيب نستعمله كذلك هنا مثلاً أريد أن أعرض ما يحتويه معقوفتين هكذا مثله مثل جدول آخر ثم أكتب الرقم مثلاً أريد أن أعرض أردوينو إذن فهي أين توجد صفر واحد اثنان ثلاثة إذن أكتب ثلاثة إذن سيعرض لي أردوينو أعرض لي أردوينو كذلك نفس الطريقة أريد أن أعرض آخر ما يوجد في الجدوال أو في تيبل إذن يمكن أن أكتب ناقص ناقص واحد كما نتعامل مع الجداول الأخرى القابلة للتعديل ويس بي اتنين وثلاثين الآن إذا أريد أن أريد أن أعدل عليه إذا حاولت أن أعدل عليه إذن سأكتب مثلاً جدول تيبل يعني تيبل ثم المعقوفتين أريد أن أغير مثلاً أردوينو بإددتي مثلاً إذن صفر واحد ثلاثة ثلاثة وأحاول أن أكتب هنا تساوي إذن سأضع مكان أحاول أن أضع مكان أردوينو سأضع مكانها مثلاً إددتي إددتي لاحظ معي ماذا سيحدث إذن هذه سنزيلها ثم سأضغط على إذن الفاتو لاحظ بأنه يعطيني إشارة خطأ أو تنبيه خطأ يعني لا يمكن أن تغيره يعني هو عبارة عن جدول غير قابل للتغير عكس الأول الذي يمكن أن نغير أن نغيره إذن هنا سأغير الأول سميته ثلاثة صفر واحد ثلاثة يعني أريد أن أغير رقم ثلاثة إددتي ثم سأعرض هذا الجدول إذن جدول قابل للتعديل وستلاحظ بأنه هنا سيغيره بكل بساطة فتلاحظ بأنه قد غيره قد غيره إذن الفرق بين الـ هو أن الـ يمكن أن تغير عليه وأن تعدي عليه بينما الـ لا يمكن أن تغير عليه يمكن أن نطرح سؤال ما الفائدة من هذا كمثال على ذلك يمكن أن تحدث عدة متغيرات في سطر واحد وتضع في كل متغير قيمة معينة سنفترض مثلا نريد أن نضع فيه قيمة معينة ومتغير آخر متغير آخر ثم سأضع فيهما القيم مباشرة في سطر واحد سأكتب في الأول مثلا إثنى عشر بالتاني سأضع فيه إذنال سي إذنال سي ثم في السي سأضع مثلا حرف الز أو لا شيء من هذا القبيل أو ربع مية وستة وخمسين مثلا فاصلة ثلاثة وعشر أو اثنان وثلاثة إذن هنا بهذه الطريقة أكون قد أحدثت ثلاث متغيرات في سطر واحد ووضعت فيه كل متغير قيمة معينة A فيه إثنى عشر B إذنال سي والسي ربع مية وستة وخمسين إذن سنعرض مثلا A print A ماذا يحتوي عليه ماذا على ماذا يحتوي A إذن فوق سيعطيني إثنى عشر إثنى عشر ثم مثلا B B B سيعطيني إددت هاي مكتوبة هنا ثم C C سيكتب ربع مية وستة وخمسين فاصلة وثلاثين إذن هذه الطريقة لإحداث عدة متغيرات في سطر واحد أحيانا آآ إذا كان ممكنا مثلا آآ يمكن أن تستعمل لأن لا تستعمل هذه آآ الأقواس بالنسبة للمتغيرات يمكن أن تحدثها بهذا الشكل ثم تضع برانتسي ستشغل بنفس الطريقة لونها الأقواس ربع مية وستة وخمسين فاصلة اثنين وثلاثين آآ إذن آآ هذه بعض استعمالات ما هذا بعض استعمالات تيبل وتطبيقاته والفرق بينه وبين ليست إذن كخلاصة ليست عبارة عن جدول يحتوي على بيانات قابلة للتعديل عليها تيبل عبارة عن جدول كذلك يحتوي على معطيات ذات أصناف مختلفة لكنها غير قابلتين للتغيير من بين تطبيقات لتيبل أنها تمكننا من إحداث عدة متغيرات متغيرات في سطر واحد دون أن نلجأ إلى كتابة كل واحد في سطر مستقل مستقل وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أرجو أن تكون قد استفت وأن مستوىك بدأ يتحسن وأنك بدأت تفهم مبادئ البرمجة على الأقل تفهم المبادئ كيفية إحداث المتغيرات لا أنصحك بالمتابعة متابعة الحلقات القادمة إلا بعد أن تتمكن من هذه المتغيرات وأصنافها وكيف تتعامل معها سننتقل إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله إلى مستوى آخر وهو ما يسمى بالشروط كيف نستعمل الشروط في بايثون وسنرى بعض التطبيقات لهذا لكن إردت أيضا أن أخصص قبل أن ألتقل إلى الشروط أن أقوم بحلقة عبارة عن تقويم سأقترح فيها وضعية وستحاول أن تجيب على أسئلات تلك الوضعية قبل أن ترى الحل لتختبر معلوماتك حول ما تقدم فيما يخص المتغيرات وكما قلت في من قبل حلقات السابقة إن كانت هناك ملاحظات أو استفسارات لا تتردد في كتبتها في تعليق حتى إن كانت هناك انتقادات فمرحبا بها فنحن هنا لكي نتعلم ونستفيد لا ندعي المعرفة وإنما فقط نتشارك المعرفة ونحاول أن نتأكد هل ما اكتسبناه هو على المسار الصحيح لا تشوبه أخطاء نسير في الطريق الصحيح أم يجب علينا تعديل الطريق شكرا لكم وإلى الحصة القادمة بحول الله شكرا لكم